بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدرس العشرين من الكورس الشامل لتعلم برمجة بلغة بايثون أو Programming with Python Full Course هنشرح النهاردة حاجة مهمة جداً وهي أول حلقة فيها خالص مفهود أنك سمعت العشرين حلقة اللي فاته أو التسعتاشر حلقة اللي فاته مفترض ذلك، إحنا آخر أربع حلقات شرحنا فكرة الحلقات التكرارية وطبقنا عليها وشرحنا أكتر من موضوع فيها فحمد الله، مفهود أنك تكون في المتاع حلو لحد هنا وتقدر تستخدمها في حاجات كثيرة قدام وهنستخدمها بالفعل في حاجات كثيرة قدام النهاردة بقى هنشرح حاجة جميلة جداً وهي هنبدأ أن نمسك كل نوع من أنواع البيانات اللي نشرح طالق خدنا درس Data Types في أول الكورس كل نوع من أنواع البيانات دي، زي الأعداد، زي النصوص، اللي هي الحاجات الـ Strings زي القوايم، زي أنواع القوايم بقى Lists والTubles والStats والDictionaries والكلام ده كله هنمسك كل واحد فيهم ونشرح الدوالة اللي نستخدمها معاه ونشرح معناه أساساً وكيف نستخدمه صح وكيف نعرف كل التفاصيل المتعلقة به باختصار شديد فهنبدأ النهاردة بأول نوع من نوم تقول لي هو ده حاجة مهمة ده ده أساس، ده من الحاجات الأساسية في أساسيات أي لغة يجب أن نتعلم كل نوع بيانات فيها بنتعامل معها أزاي لأنها اللغة ما هي إلا إيه وتتعامل مع شوية مدخلات وتطلع مخرجة فكل المدخلات والمخرجات بتأسورة بيانات تبع لإما أرقام، إما نصوص، إما قوائم لإما قوائم لست أو طابلز أو الدكشنيريز أو الكلام ده كله فهنشرح كل واحدة منهم بالتفصيل والدولة اللي نتعامل معها وغالباً أنا هطول أهو في الجزء ده فقال بس معاك عشان أنا زي ما قلت لك، مش من الناس اللي منهجهم أن أنا أشرح الكلام باختصار الاختصار ده للي عايز يخد أي كلام أو أنطق ده ما يطلعش مستفيد بحاجة، ما عايزش يشتغل باللغة لك أنت عايز تتعلم كل شيء متعلق باللغة أو الأساسيات فعلاً على ضمير، امشي معي بس وأنا هواصلك لده بإذن الله فهنشرح الأعداد بس على حوالي خمسة حلقات، أنا الحادلات هي حوالي خمسة أو ست هشرح لك اليوم الجزء الأول، الجزء الثاني، الثالث، كل حلقة هتدي لك جزء من الحاجات المتعلقة بالأعداد أو الدوال التي نشتغل بها مع الأعداد، وهفهمها لك حلو بإذن الله ونطبق عليه وهتلاقي زي ما قلت لك أنا أحضر كتاب للغة، لكي أتعلم اللغة بالعربي مكتوب في كتاب بحاول أعمله على قد الإمكان، يعني هتلاقي فهرز كل مرة، وهتلاقي هنا الدرس الذي نشرحه، الشرح بالعربي مكتوب تقدر تفهم منه إن شاء الله حتى لو سمعته، حتى لو سمعت الحلقة، وهتلاقي هنا الأمثلة كلها والناتج بتنفيذ الكود وشرح على الماشي كده وهنا نفس الكلام، وهتفهم منه إن شاء الله كويس، فهذا الدرس الأولاني، يلا بينا على طول، نشوف هنأخذ إيه النهاردة، وهتلاقي صور توضيحية بأكد أنها من جوجل، وأنها من مواقع معينة لها حقوق النشر بالتأكيد، لا يوجد أي شيء فيها عتداء فقط، نروح بقى على إيه؟ على البورد على طول، ونشرح الدرس الأول ما الذي نتكلم عليه؟ أول شيء، نتكلم عن نوع البيانات الأول، وهو الأشهر، والأكثر استخداماً هو الأعداد الأعداد، أو نسميها بالإنجليش إيه؟ نسميها الـ Numbers اعرف المصطلحات البسيطة دي مش حاجات صعبة، Numbers أو الأعداد، الأعداد أو Numbers معناها إيه؟ قبل ما أبدأ من تحت الصفر يعني كلمة عدد، يعني قيمة معينة معبرة عن شيء معين، قيمة أو حاجة تعبر عن قيمة من الأشياء أو عدد من الأشياء، العدد هو كمية من الأشياء، كمية من حاجة معينة، أو رقم مجرد، أننا بتكلم على أرقام العدد 1، 2، 3، 4، 1، وربع، وحد ونص، 53، 44، سلب 3، سلب 7، حتى الأعداد المركبة، هنأخذ كل هذا النهاردة، يبقى المهم أن العدد هو شيء، دعنا نعرف كده بسرعة، العدد هو إيه؟ هو شيء يعبر عن قيمة أو كمية من الأشياء شيء يتعبر عن كمية معينة خمس برتقالات يبقى خمسة دي عدد يبقى خمسة دي عدد يبقى ست أرقام أو ست نصوص ست مش عارف إيه دي بنسمي الأرقام دي كلها إيه بنسميها أرقام أو أعداد أو نمبرز هنأخذ نهاردة بقى في لغات البرمجة أغلب اللغات أغلب تعاملك مع لغة البرمجة وتبتنشئ برامج هيبقى في حاجة اسمها زي ما شرحنا في أول الكورس خالص دخلالي أنا هعملها عميد بروسسنج عملها معالجة هتطلع في صورة Outputs هتطلع في صورة مخرجات فالمتخلات والمخرجات بيقى في صورة أي برنامج في الدينة تتعامل معي افتح بوربوينت افتح الإدتور الذي كتب عليه افتح برنامج التسجيل كل هذا ما هو إلا شوية بيانات بيانات حتى الصورة الصورة اللي قدامك دي شوية بيانات الصورة دي عبارة عن ألوان والألوان بتكتب في صورة أرقام والأرقام من أنواع البيانات النصوص اللي فوق دي أنواع بيانات الصوت نفسه بيتحول ل سيجنالز والسيجنالز بتتعامل لها بروسسنج في شكل بيانات فانت كل اللغة بتتعامل مع بيانات Inputs والoutputs بتقف صورة بيانات البيانات دي من أنواعها زي ما قلت لك الأرقام أو الأعداد هناخد نهاردة بقى الأرقام والأعداد دول إزاي نحطهم في لغة البرمجة عندنا إزاي أخذ من الـ Inputs هو عبارة عن رقم أو عدد وإزاي أعمل بروسسنج على الرقم أو عدد إيه الدواء اللي لا أقدر أستخدمها وإزاي أخرج له النتج في صورة رقم أو عدد تمت معالجته بالفعل فهناخد نهاردة هناخد الآتي أول حاجة هناخد أنواع الأعداد لأنها مش نوع واحد أنواع الأعداد يعرف أنت هتذكر إيه عشان تقبل ذكره صح أنواع الأعداد ثاني حاجة هتاخد طرق التحويل من النوع لآخر ده اللي هنشرحه نهاردة إن شاء الله الحاجة الثالثة أو خلينا أنا ممكن أدع فيه معرة طول بسموه من أنواع الأعداد طرق التحويل من النوع لآخر كيفية أو طريقة معرفة معرفة نوع العدد في لغة بايثون إزاي أعرف العدد الرقم الأدامي ده نوعه إيه في لغة بايثون أشرح لك كل ده النهاردة فخلينا نبدأ على طول والحلقات الجهة أشرح لك موضوع ثانية كمان أول حاجة أنواع الأعداد إيه أنواع الأعداد الموجودة في لغة بايثون أو اللي موجودة في الرياضياب بشكل عام أشهر الأنواع اللي نستخدمها ثلاث حاجات أنواع الأعداد أنواع سني بس أصبط البورد كده عشان معهوجة أنواع الأعداد أو اللي هي الـ Numbers لها ثلاث أنواع هذه واحد اثنين ثلاثة النوع الأول الثاني الثالث أول نوع أنواع العداد أي عدد في الدنيا هتلاقيه محصور في الثلاثة دول غالباً بنسبة كبيرة جداً دول أشهر ثلاث أنواع أو اللي مستخدم في لغة البرمجة أول حاجة بنسميها الـ Integers هشرح لكل أحد فهم بالتفصيل أو بنسميه بالعربي الأعداد الصحيحة تلاقي كلام شرح نفسه هناك أنواع نوع ثاني اسمه Float Float Numbers أو الأعداد العشرية أنا أسميها كده أو هي أسمها كده ثلاث نوع اسمه Complex Numbers Complex Numbers ونسميها الأعداد المركبة أول نوع منهم أو الـ Integers يعني أرقام صحيحة يعني لا تحتوي على كسر يعني يمكن تقسمها إلى قطع متساوية كل قطع مقدرها واحد وليس يتفضل باقي في الآخر مثل رقم 5 أقدر أقسمه خمس حتة متساوية كل حتة مقدرها واحد وليس يتفضل شيئا بعدها رقم 7 8 ألف سالب مية سالب ثلاثين كل هذه أرقام حتى المجاب والسالب أي شيء نقولها تنطبق على المجاب والسالب كل هذه نسميها Integers يعني أرقام صحيحة نكتب إختصارها Int إنت إنت دي إختصار إيه؟ أما تتعامل في لغات البرمجة إنت إختصار Integers أعداد صحيحة أي حد عد جنب الرياضة فأفهم هذا وإحنا شرحنا دلقت يوي بأعداد الصحيحة أمثلتها إيه؟ الواحد المية السالب ثلاثة السالب سبعة كل أرقام هذه نسميها أرقام صحيحة لأنها لا تحتوي على كسور لا تحتوي على علامات عشرية ما يميز الأعداد الصحيحة أو Integers أنها لا تحتوي على فاصلة لا أقول مثلا واحد وستة عندما أقول لك واحد بوينت ستة هذا ليس عدد صحيح لماذا؟ لإما تقول أنها لا تحتوي على علامة عشرية أو يمكن تقسمها إلى قطع متسوية كل قطع تسوي واحد بدون وجود باقي هذا تعريف كلمة أعداد صحيحة أو Integers وده أول نوع واختصاره Int كلام ده مشترك بين كل اللغات فركز فيه الفلوت الثاني نوع اللي هو الأعداد العشرية لم أقول لك اثنين وربع اثنين وربع أو ثلاثة وستة من عشرة أو مية وسبعة من عشرة أو سالب ثلاثة وثلاثة من عشرة كل دي أرقام إيه؟ فيها كسور فيها علامات عشرية لو تم تقسمها إلى قطع متسوية كل قطع مقدرة واحد سيتفضل في آخر باقي سيتفضل باقي ما يكملش الواحد فده منسميها أعداد عشرية أو منسميها Float Numbers فلوت حاجة فلوت حاجة يعني إيه؟ يعني فيها كسور حاجة فيها عدم إكمال فيها أرقام مش مكملة الواحد في الآخر فيها كسر في الآخر فيها علامة عشرية تسمي زي ما تسمي واختصارها هي نفسها نكتب Float في أغلب اللغات نكتبها Float يعني في لغة البرمجة Python في لغة البرمجة C++ في C في لغة الجافا أغلب الحاجات نكتب فيها نفس الكلام نكتب Int نكتب Float نكتب Complex في لغة بايتون حواليك دلاتي لو روحت لغة C++ ستجد أن نكون شرحين Float والإنتجر وقالنا الاتنين يكتبون بنفس الاختصار ده إنتي لو أنت عايز إنتجر وفلوت لو أنت عايز Float هذا الاختصار ثالث نوع هو الأعداد المركبة الأعداد المركبة الأعداد المركبة التي تتكون من إيه؟ خذناها في الرياضة نحن ننزل تحت كده الأعداد المركبة تتكون من جزئين جزء حقيقي وجزء تخيلي أنك تقول مثلا خمسة زائد ستة ستة كنا نزعب بنوعها في الرياضة I لأ دلاتي نقولها J عافية فيه أصلا كتب كثير أو مراجع كثير في الرياضة كب تكتب العدد التخيلي ده كنت تكتبه J ليس I I أو الج أو الته بالعربي كل دي عبارة عن إيه؟ هي العدد التخيلي اللي كان يساوي جزر سلب واحد صح؟ وهنا كان يساوي الجزر سلب واحد بالإنجليش هنا جزر سلب واحد نحن في البرمجة في لغة بايثن نكتبها J لكن لو لقيتها في لغة تانية أو لقيتها عموما كمفهوم ته هي نفس المعنى عدد التخيلي I حلو كل هذا معبر عن نفس الشيء وهو جزر سلب واحد هذا كان حل المعادلة وهي X² plus 1 equal 0 جاءت منها الفكرة دي حل المعادلة لما حاولنا نحلها في يوم الأيام ودنا للواحد النحاء الثانية فبقى X² equal negative 1 خدنا جزر للطرفين فحطنا مجب أو سالب جزر سالب واحد فسمينا هذا مجب أو سالب I أو مجب أو سالب J أو جزر سالب واحد سميها زي ما تسميه ولأنه خصائص معينة والخصائص يستخدمها في حاجات تانية بعدين ليس منك تفاهم هذا ولو أريد شيئا إضافية لك كنت أقولها دائمًا في حد الكورسات وتعطيتنا على القناة تقدر ترجع لها بالتفصيل ساعتها لكي لا أطول معك هنا دعنا نشيل هذا العدد التخيل الذي نظرناه وهو J أو I أو T كل هذا هو عبارة عن متجه يتحرك في المستوى القطبي يعني متجه ليه طول وليه عمل أنجل ويبدأ يتحرك يدور حوالينا هذا المستوى لذلك العمليات التي نعملها على T أو I أو J أي أن يكون أي واحدة فيهم كلهم نفس المعنى هذه العمليات يتأثر على عملية الحركة على هذا المستوى هذا المستوى هذا الجزء يعبر عن الجزء الحقيقي وهذا عن الجزء التخيلي وهو نفسه يتعامل بال أو بالإحداثيات القطبية يبقى له طول معين ويبقى له أنجل معين عملها ويبدأ يتحرك هذا الطول يختلف هذا هو المعيار معيار العدد المركب زد مثلاً أو ما نسميه معيار عين بالعربي هذا هو طول الضلع والزاوية العملية هنا هي الثيتا أو ما نسميه بالعربي أي شيء مهم أنك تقفية من فكرة كل هذا هو فكرة الأعداد المركبة الأعداد المركبة عملناها لكي استخدامها في التطبيقات الفيزيائية يعني ليس لكي وجود في الحقيقة يعني في الحقيقة لا يوجد شيء اسمها سالب واحد لا يوجد رقم أما ربعه يجبهم سالب واحد التربيع دائما يشير السالب فأنا كده دربط التعريف في التربيع أصلاً لا تشاهد لكنه صح لماذا؟ لكي وجدناه تطبيقات فيزيائية ليس مع أنهم موجود في أرض الواقع وهو مجرد حيلة لكي نستطيعها في الفيزياء ليس أكثر لأننا وجدنا حاجات في الفيزياء محتاجة أن أنت تتعامل مع حاجات بشكل عمودي فيها تعامد وحركة على مستوى القطبي كما قلت لك قصة طويلة كما شرحناها في كورسات سابقة وتعمقنا فيها أيضاً ما من أنك تقفية من أن الأعداد المركبة هي الحاجة اللي بيقى فيها نصين نصين كده هو جزء حقيقي وجزء تخيلي جزء حقيقي وجزء تخيلي هذا التخيلي الذي يحتوي على J أو I أو T بالعربي نحن في البرمجة هنا في لغة بايثن نستخدم J فقط سواء او الاتنين يعبر عن الجزر سلب واحد اللغة فهمة والجزء الحقيقي أي رقم سواء رقم صحيح سواء رقم صحيح أو رقم صحيح في كسر سبعة واثنين من عشر ينفع كده أو ده فالتوتا للنهاية ينتج إيه بقى؟ إدمج الاتنين دور على بعض؟ فنسميه عدد مركب ليه؟ مركب مركب من تخيلي وحقيقي هو اسمها على مسمع فهنقول ان العداد مركبه أمثلتها خمسة زائد ستة جي ده الحقيقي ده التخيلي لما نقول واحد زائد ثلاثة جي ده الحقيقي ده التخيلي لما نقول مثلا سبعة سبعة زائد ثلاثة واثنين من عشر جي ده نفس الكلام لما نقول سالب ثلاثة ناقص اثنين جي كل دي أمثل على عدد إيه؟ المركبه أنا أتكلم على بفترض أنك لا تعرفش أي حاجة فأنا أعرفك حتى لو متعرفش لا يجدر أن ننبه أن كل عدد حقيقي يمكن اعتباره عدد مركب إزاي؟ أي عدد حقيقي سواء انتجر أو فلوت لو قلت لك مثلا رقم ثلاثة ثلاثة ورقم واحد كل دول ممكن أن نقول أنه عدد مركب تقولي أيها بس ما هو عدد تخيلي أقولك آه ما هو فيه؟ عدد تخيلي هو بس مضروب في صفر يعني ما معيناش منه أصلا ما معيناش معانا صفر جي وده برضو معانا صفر جي وده معانا صفر جي فإحنا يمكن أن نقول أن كل عدد حقيقي هو في الأصل عدد تخيلي بس الجزء التخيلي بتاعه كان بصفر فمنقول أن المجموعة كالآتي كما نأخذ الكهندة ابتدائي زمان أن الأعداد المركبة فوق هي أكبر نطاق من الأعداد داخلها جزء اسمه أعداد إيه؟ الأعداد الحقيقية داخل الأعداد الحقيقية هناك نصين داخلها أعداد صحيحة وأعداد غير صحيحة والأعداد الغير صحيحة داخلها حاجات نسبية وغير نسبية يعني حاجات منها ينفع لتأسم على بعضها عندما أقول لك مثلا سبعة على خمسة قدر تكتبها على صور الكسر يبدأها عدد نسبي لو تقول لك باي باي بعد الـ 227 لا تساوي باي هذا تقريب بها قيمة أداء لكن في حقيقة الأمر باي عدد غير نسبة لو أعدت تكتب العلامات لا سينتهي كما يقول لك الـ اعدد أكتب العلامات في عدد غير نسبة إذا اضع التكتب الأمر ستحدث على السيئة من أتصل مواجهة لا تنزل بهذا الأمر لا يمكن أن تصيغي هذا صور الكسر فده يبقى فيه هنا نص صحيح أعداد صحيحة ونص كسري أو نص عشري الأول العشر ده فيه نصين منه نسبي وغير نسبي دي تأسيمة الأعداد اللي في دماغه وفوت كونت عندك إلمان بالحاجات دي كلها تراجع إسأل مهندس برمجية تفاهم الكلام الأسيات دي يبقى كده أنواع الأعداد عندنا ثلاث أنواع باختصار بقى شديد اهو اللي احنا قلنا فات انتجرز فلوت ويكمبلكس فهمت انت كل واحد فيهم تعال بقى نشوف ذاتا نكتبه ازاي بلغة بايثون طيب اكتب ازاي بلغة بايثون الالعداد دي كلها تعال اواريك ببساطة جدا لغة بايثون من مميزاتها الخطيرة انها بيمكنها التعرف على نوع العدد او على نوع البيانات بشكل عام من غير ما انت تقولها تعالى كنت نخط فايل نسميه مثلا فايل احنا الدرس العشرين صح بس انا غالبا كنت عامل واحد فوق بنفس الاسم خدنا ندولدوت بي وي حلو في لغة بايثون لما بعرف متغير خلينا بس نزل المايك حلو لو قلت له مثلا عندي نوم وان بيساوي وقلت خمسة الرقم الاولين بيساوي خمسة وخدت كده بزبط وحطت منه حبة ارقام تعالى نجرب عليه خلي ده اسمه نوم تو وده نوم ثري ده نوم فور ده نوم فايف نوم سيكس نوم سيفن حلو خلينا ندل ده خمسة وده مثلا نديله سالب ستة وده نديله واحد وثلاتة وعشرين وده نديله سالب خمسة بوين ثلاثة ستة اي حاجة نحاول نجيب انواع الاعداد اللي انا اخدناها كلها وده نديله قيمة نقول مثلا واحد او خلينا نقول خمسة زائد عشرة جي كابيتل او اسمه بس تبقى لازقها فيها ما تفصلهاش كده لو فصلتها كده يفهم ان ده اكأنه اكأنك بتعرف متغير فهيقول لك المتغير ده ما انت مش بتدي له تعريف صحيح لكن لما تلزقه في الرقم يفهم ان ده جي اللي هي العدد العدد اسمه اي التخيلي سالب اربعة ناقص خمسة جي كابيتل نكتب كل انواع الطرق برضه وهنا نخط عدد طاير كده في السماء من غير اي حاجة عشان نثبت لك ان هو عدد ان هو يمكن ان نتخيله عدد ايه عدد تخيلي نعمل كده او نكتب زائد زيرو جي ونكتب نفس العدد ده بالظبط اهو نعم سيفن خليها نعم ايه بقى ونكتب عشرة فقط تعال انتست على كل واحدة من دول ونشوفها نعمل ايه او الوحدة فوق عايتين نشوف العدد النوع بتاع العدد المكتوب ده هالل اللغة تفهم لوحدها ان طالما كتبت عدد من غير علامة عشرية ان هو انتجر اه تعال انا نوريك ازاي 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 اعرف نوع العدد لو كتبت كده اطبع لي num one num one وقلت له بعدها اطبع لي num two اهو num two تعال نشوف هاي يطبع ايه هاي يطبع خمسة وسالب ستة فهم لوحدة مفيش مشكلة طبع الارقام لكن هو هو بيطبعها مخزنها عنده في الذاكرة حجز لها مكان في الذاكرة نوعه ايه تعال نشوف النوع بقى انه نكتبين كلمة طيب احدد دي كلها كده اهو ويعمل قصين عشان يحدد عليها واكتب قبلها كلمة طيب طيب يعني عنا يطبع النوع بتاع المتغير ده نوعه ايه هل هو نص ولا رقم ولو رقم نوع الرقم ده ايه فنعملها ازاي اهو حدد دي كلها كده اهو واعمل قصين عليها وهنا اكتب كلمة طيب يبقى الطيب دي دل جاهزة خبناها في الحلقات اللي بعد دل جاهزة بيستخدم لطباعة نوع العدد فتعان شغل قال لك النوع الاولاني انتجر والتاني انتجر برضه سواء موجب او سالي طيب لانا نفوش اي علامة عشرية فقال لك ان ده كلاس انتجر حدد دي معلش انا مش عارفة اشرح لديه او ده لأ بس لأ خليها في كورس الاو بي احسن هشرح لك من رجل تفصيل وسيء حاجه تفهي ومن هو يقول لك يعني ان الرقم ده هو من النوع انتجر اهو انتجر اهو اي انتجر هو فيما الواحد طيب لو انا جاء هنا اهو وقال له نم من غير اي حاجة كده وامتقل له انت رمز الانت اهو وامتقل له جواء اه عشر هل هو كده هيفهم ان ده برضه انت اه انت موضح له وضوح الشمس اه انت بتقول له انا عايزه انتجر عايز العشرة تبقى من النوع انتجر فلو جيت تحت خط ده كده اهو وعملت كده اهو وقلت له اطبع لي من نم دي ايه اخبارها هيقول لك برضه انتجر بص قال لك انتجر برضه لان انت فوق ما اكد عليه انه خليها انتجر دلوقتي انا اعرفك ده بالتفصيل بس سيبه دلوقتي سيبك ان انا استخدم الدولة دي بازاي تسيبك منها يبقى كده لما طبعنا نوع الاولانين دول قال لنا ده انتجر طب لو خدت الصف بتاعده كده اهو وامتحطه تحت هنا اهو وقلت له انا عايز بقى النم ثلاثة ونم اربعة وعايز نفسهم بالزبط كده اهو للي وراهم بس عاييه خلي ده خمسة وده ست وعايز ده كده اهو بالزبط حطه لي هنا اهو لسبعة والثمانية كل انواع الاعداد تعال ندأ بقى في اللي يحصل دلوقتي اول اتنين انتجر خلاص خدناهم بعدهم اللي اتنين فلوت لان فيهم علامات عشرية فقال لك فلوت فلوت طب اللي وراهم قال لك ده وده اللي اتنين كومبليكس والثالث ده ده كمان كومبليكس استنى معيني مفوش عدد تخيولي اه بس في انت كاتب له صفر من عدد التخيولي طالما كتبت حرف الجيه فنوعة قلب كومبليكس عطول معيني ده هو ده بالزبط مع عصرة هي هي عصرة زائد صفر في اي حاجة في الدنيا فبس هو لما كتبت له حرف الجيه فهم انها كومبليكس يبركز في الفرقة بين حاجتين دول لو كتبت الرقم طاير كده هو هي عاملوا انه انتجر لو كتبت هوله او مثلا لو كان كسر هي عاملوا انه فلوت بس او خلاه فلوت لكن الاول ما اضيف للرقم ده زائد صفر جيه حتى لو انت الصفر يعني مفيش اي قيم منها بس هيعتبر اه طالما كتبت حرف الجيه هيعتبرها كومبليكس بس اول ما شغل خلى الاخير كومبليكس هو كمان كده انت فهمت كل انواع العدد الممكنة طيب تعالي افهم لحاجة تاني ده كده هو الفرقة بين الأنواع و ازاي نطبع النوع بتاع الرقم طاب ازاي احاول نوع نوع من من نوع لنوع تاني احاول الرقم من نوع اللي هو فيه لنوع اخر ولا انا يكون انا عندي الاكس بتساوي عشرة وستة من عشرة لو انا قلت له حول لي اكس دي هي دلاتي نوعها ايه؟ فلوت قلت له حول هالي الانتشار اعمل ده ازاي هقوله اطبع عايزك تطبع لي. بدلا ما قلت له اطبع اكس. لو قلت له اطبع اكس كده بس هيطبع لي عشرة وست. طب لو قلت له اطبع انت اكس. هيطبع كم تتوقع? كده هو هيمسك ال اكس دي. يحولها من نوع من كونها فلوت الى كونها ايه? الى كونها انتجر. يبقى هيعمل ايه? هيشيل لي الكسر ده. يبقى نحط قاعدة عامة بقى ركز في الكلام. لو جيت تحول من اي نوع اي نوع تاني. هيمسك النوع الأولاني. يشيل الحاجة الزايدة عنده لكي يوصل جenes. يشيل الحاجة الم cùng عنده. على سبيل المثال. لو انت حولت حاجة.んعمها لمسك كل احتمالات الفلوت الانتجر LIحبت حاول للأنتجر زيادة هي العلامة العشرية. هيشيل العلامة العشرية بالكلام نوعها. لو قلت له عشرة وستة حاولت تحولها الإنتجر. يبقى هذا المزيد. هيشيل Sterb 6 وهيديك عشرة يبقى اول ما قوله حول لي الرقم الكسري ده او العشري لرقم صحيح هيشيل الكسر طيب لو قلت له حول سلب 3 و 1 من 10 للانتجر هيحولها السلب 3 هيشيل الكسر وخلاص شيل الكسر أيضا هل يشيل الحاجة ازايدة له هل عندك طب استنى مش شرط يكون عندي حاجة زايدة افرد عندي حاجة نقصة فوقت له حول لي انتجر لفلوت هيعملتها ازايدة قلت له حول لي عشرة لحاجة فيها علامة عشرية هيقل لي وانا أنا أضفت لك علامة عشرية من عندي جدعانة؟ لا، أنا أضفت لك علامة عشرية وراء صفر يبقى أنا ضفت الحاجة التي نقص عندك وهي علامة عشرية يبقى لو أنت إنتجر ما عندك علامة عشرية، أنا سأضعها لك لكن بما أنك لم تقلت لي أن الرقم 1 من 10 أو 2 من 10 فأنا لا أعرف، فأنا أضع حاجة standard لكله وأضعه صفر يعني أنني لم أعملت لك شيء، لكن ماذا؟ عملتك عندي في الذاكرة على أنك float وليس إنتجر لما أنت طلبت التحويل هل هو أحد علاقة الكمبليكس بموضوع؟ سنقرح بعد عدد لكمبليكس، لا يمكن أن أحويلكم غير عدد بطريقة حويل لكمبليكس عدد ، أعني أنه داخلنا 10 بالسبوع أي ماذا سيع atheعفت Yuk 10 ل Beaujolong لكن لا أستطيع أن أحويل لو universной يوم Andrej لا يمكن أن يصيح التحويل بظهر إنتجر، ولا يحصل لا ينفع على زاكرة أي ن77 هذا هنا هناك شيء موجود هذاSl è io فأني أفصلته فأني هذه 문제 الإنجركة التي لا يتحصل لكن ينفع العكسي أن أحاول إنتجر أو float أحاولهم له كومبليكس. هذا ينفع. العكس لا يجوز. هل فهمت الفكرة؟ هل فهمت الفكرة؟ نعمل كله. كما قلت لك. حبيت أحاول رقم float لإنتجر. هكتب قبله إنتجر. هدخله الدلة اللي اسمها إنتجر. هدخله كبرامتر لها. يعني برامتر يعني وسيط. حد سيتم بتنفيذ الكود عليه. من الكود هنا؟ كود الإنتجر ده. دلة بتحول الشيء لإنتجر. ولو قلت له float. ومررت أي حد هنا. هيتم تحويله لfloat. سواء كان إنتجر سواء كان أي حاجة. هيحوله لfloat. طب لو قلت له complex. هي اسمها كده ما تلاقش. اللغة فهمهم يعني. حط لها هنا إنتجر. حط لها float. في الحالة إنها تقوم ضيفالهم زائد صفر ج. عشان تحولهم لإيه؟ لكمبليكس. طب ينفع. أحول. أحول. أحول الكمبليكس لfloat. يعني أمسك الفلوت دي. ودخل لها هنا مثلا خمسة سائد ستة ج. ده ما ينفعش. الكمبليكس لا يتم تحويله لشيخ. ده من قواعد اللغة. تعال نشوف يا عمي. نشيل ده كله بقى. اهو. خلينا نكتب ايه؟ دول لو عندنا مثلا. num one. كان بيساوي عشرة. وإحنا حابين نحوله. أخليه مثلا ايه؟ خليه عشرة طولة كده. وعندنا num two. num two كان بتساوي ايه؟ واحد وخمسة ستين. ونرى تحت هنا اطبع. عشان مش شايف ايه هاي. نرى اطبع. ال int. بتاعة num one. int بتاعة num one. وانزل تحت. اهو. الاولاني num. الاولاني num one ده. اصلا انتجر. خلينا نطبع الفلوت بتاعه. الفلوت. بتاعه. والتاني هو اصلا فلوت. خلينا نطبع ال int بتاعه. خلينا نشغل. ايه اللي حصل؟ مسك الاولاني. كان هو اصلا انتجر الرقم صحيح. انا قلت له حوله الفلوت. فهيحوله الفلوت ازاي؟ هيدفسه علامة عشرية. point zero. ايه. 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 ايه الفرق بقى في الزاكرة. اللي حصل في زاكرة الكمبيوتر بتاعك. انه هو حجز مكان مختلف خالص. مخصص لكي يحمل رقم فلوت. خير المكان اللي هم حجوز في في الزاكرة. طب هنا. نم one. اه. نم two. اصلا كان رقم كسري. اول ما انا قلت له حوله الانتجر شال الكسر. خلاه واحد فقط. يبقى نم two كان فيه كسر. اول ما قلت له حوله الانتجر شال الكسر. شفت الكلام بصيف ازاي؟ طب لو عملنا حاجة تالتة وخالص. لو قلنا له انه هو. ده عبارة عن عشرة زائد عشرين جي. لو حاولنا نحول ده. لو حاولنا نحول ده لانتجر مثلا. هل ده ينفع؟ قلت له بكده لأ. فقداني نجرب عشان نتأكد. هيقولك اره على طول. ضرب الدنيا. قالك كان نقط كومفيرت كومبلكس. ده مشانا اللي بقلف المعلومة. ده اللغة اللي بتقول. مقدرش اكونفيرت او احول الكومبلكس الانتجر. ما ينفعش. انتطر نتعمل العكس. ازاي. قدر قوله كده هو. انا حاجز احول العشرة دي لكمبلكس. كومبلكس. لا. اهو. لو قلت له حول هذه الكومبلكس هيعمل هيضفلها. هيضفلها. هيضفلها جي. عشرة زائد صفر جي من نفسه. ويضع حولها اقواس كده. يعني انتطر تحول اي رقم لكمبلكس. مقدرش تحول الكمبلكس لأي حاجة اخرى. منتحول ازاي. بنكتب اسم الدلة تعالي التحويل. اللي احنا عايزين نحول اليها. عايز احول الكمبلكس. اقول له. خد دلة الكمبلكس. مرر لها لحد اللي انت عايز تحولها. عايز احول الانتجر. هقول له خد الدلة دي. مرر لها اللي انت عايز تحوله الانتجر. وهكذا في الفلو. كلام بسيط جدا. مش ابسط من كده. تعال نشوف. ماذا عندنا هنا. ده اللي احنا قلناه كله. كل ده قلناه. اه فاضل حاجة واحدة. سهلة جدا. لو انا عايز احول. عايز احول. مش احول بقى. انا عايز اكتب رقم كومبلكس. باستخدام اعداد انتجر. مش احول رقم انتجر. لكومبلكس مباشرة. اه. بس اقدر اكتب الرقم الكومبلكس. ازاي بايدي. ازاي. ممكن اكتبه كده. عشرة زائد عشرين جي. واللغة هتفهم. او اقول لها. خدي دلة الكومبلكس دي. انا عايزك تعمليها لي. بدل ما اقولها. خدي حد حولي الكومبلكس. لا. انا اقول الكومبلكس. انشئي لانتي عدد. ازاي. هديها في الرقم الاولاني. عشرة. اي الفاصلة. وعشرين. الرقم الاولاني ده هي. هتفهم ان هو العدد الحقيقي. والثاني هو العدد التخيلي. يبقى الدلة دي وظيفتها تنشئ. هي من. from scratch. كده. تنشئ عددا مركبا. مش تحول حد العدد مركب. لا. هي هتنشئه من الصفر. بد بتاخد مني. تو برامتر. او ادخالين. الرقم الاولاني. هو العدد الحقيقي. والثاني فاصلة. هو عدد التخيلي. تعال نشوف كمساء. العدد المركبة. لما اديها عشرة. فاصلة عشرين. كده هي. كده اكني بالظبط. قلت ان النوم ون دي. اكني كددت كده. دعنا نعمل. اكني قلت نوم ون. يساوي عشرة. زائد عشرين. جي. السطر ده هو ده بالظبط. لا يوجد اي فرق. هنا ما انشأت العدد يدوي. هنا انشأته باستخدام دلة. الدلة بتفهم انها الرقم الاولاني اللي هدهوا له. هو العدد الحقيقي. والتاني هو العدد التخيللي. فلو جاء نطبع. عفكة ممكن اشغلك ده كمان. نخلي رقم اتنين كده. ونجرب لما نطبع الاتنين. الفرقة هي بقى ايه الفرقة بينهم. تعال نشوف. هنقول اطبع نام ون. فر السطر كل كوبي. واطبع. نام لأ. نام تو. طبع الاتنين تبكة. لا يوجد اي فرقة بينهم. لانه زي ما قلت لك. ده طريقة انشاء يدوية. وده طريق انشاء عن طريق دلة. لا يوجد اي فرقة. ده الطريقة اللي انت تقدر تتفهمها لحد هنا. تعال بقى انشغل. تلاقي كل الكلام الفات قلت لك خلاص. قلت لك ده. قلت لك كل حاجة خلاص. كل هذا الشرح. تقدر تقرأه مع نفسك. عشان تفهم كل حاجة بالتفصيل. والورق سعب بقى معلومات زيادة. تقدر ترجع لها. فنظن ده هيفيده. تعال بقى تحت. في شوية صور حلوة. ده صور توضيحية برده وتفهمك. انواع الاعداد في بايتون. انتجرز. فلوط. ليه بعمل الحركة دي. يعني ليه بجيب صور. ما انا قلت الكلام خلاص. عشان عودك تقرأ ازاي الورق اللي هتلاقيه عن نت. لما تخش على الموقع وتلاقي صورة تفهمها صح. لما تلاقي وقريب هدخلك. فكرة انا اجيل لك مقالات من عن نت بالانجليش. واشرحها لك. وريب تقرأها ازاي وتفهمها ازاي. واشان انت مش طول وقت تلاقي حد صريح العاجة عربي. ممكن تحتاجها انجليزي. فما تعجزت في الموضوع. طيب ايه مكان الاعداد من انواع البيانات. يعني انواع البيانات. الشجرة بتاعت انواع البيانات. الاعداد ايه موقعها من العراب. موجودة فينا. انواع البيانات الموجودة في لغة بايثون. خمس حاجات رأسية. لاما اعداد. اللي احنا اخذناه النهاردة. انواعها ايه. لاما اعداد صحيحة زي عشرين. عداد كسرية زي خمسة ثلاثين وخمسة عشرين من مية. او عداد كومبليكس او مركبة زي واحد زي ثلاثة جيل. وايه تاني النوع الثاني من البيانات. خدنا البيانات بكده. خدنا ورقة دي ابي كده. اللي هي البوليان. الحاجات القيم المنطقية التي شرفناها في المعاملات. لو انت فاكر. درس الأوبريتورز. اللي هي ترو الفورس. خدناه بالتفصيل ساعته. الست. او اللي هي المجموعات. مثل اقواص المجموعة. اثنين واربعة وستة. او القاموس. ان كل عدد يقاليه key و value. الكي هنا او المفتاح هي واحد. ويؤدي الى القيمة A. والمفتاح الثاني هو اثنين. يؤدي الى القيمة B. هنأخذ هذا بالتفصيل في درس المنفصل. لا تلقش. وحاجة اسمها sequence. sequence يعني اي حاجة لها تتابع. لها ترتيب. مرتب. القيمة الاوانية. الاندكس بتاعها صفر. او الردوة بتعديها صفر. في المصفوة بتاعتك. او في التتابع بتاعك. او في sequence اللي انت فيه. سواء string. زي ما يكون نص كده. او الحرف هو index zero. الثاني index واحد. واثنين وثلاثة وهكذا. او list. زي القوس اللي هو الواقف ده. القوس الانجيلر ده. والتانية اولية table. ثلاثة. اربعة وخمسة. اربعة ونص. بي. ايا ان يكون. ايا ان يكون العناصر اللي جوه. دي كلها بنسميها sequences. او حاجات متتابعة. ليه الست مش منهم. انا اعرف قدام. لان فيه فرق جوهرية بين الست والدكشنيري. وبين الثلاثة حاجات دول. بس كا خلصنا. تقدر تقرأ الخاتمة. اغلب الخوف على الرجاء. وسر لمولاك بلا تنائي. وجدد التوبة للأوزاري. لا تيأسن من الرحمة الغفاري. وكون على آلائه شكورة. وكون على بلائه صبورة. وكل أمر بالقضاء والقدر. وكل مقدور فما عنه مفر. فكن له مسلما كي تسلم. واتبع سبيل الناسكين العلماء. وخلص القلب من الأغيار. بالجد والقيام في الأسحار. والفكر والذكر على الدوام. مجتنبا لسائر الآثام. مراقبا لله في الأحوال. لترتقي معالم الكمال. وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني. من سرك الأبهى المزيل للعمى. واختم بخير يا رحيم الرحمة. نتقبل الدرس الجاي مع شوية دولة جديدة اللغة. أنا ماشي بالنظام وكل حاجة عامل حسابها فما تلاقش. قمشي بس معي وان شاء الله ستستفد. نتقبل الحلقة الجاية في الجزء الثاني من الأعداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.